السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر فيجن هتكلم معاكم النهاردة عن الباركينج مانجمنت دي تقريبا المرة الرابعة اللي بنشرح فيها البروجيكت ده كل مرة كنت بنشرحه بطريقة مختلفة ولكن المرة بتاعت النهاردة هتكون الاسهل على الاطلاق دي احد اللي بتوفرها شركة هم عملين يقللوا بتاع الاكواد يعني بحيث ان انت متكتبش اكواد كتير بيجيبوا كده السليوشنز دي وبدأ ان هم بيحطولك فيها مجموعة من الجهزة اللي انت تقدر تستخدمها بها عشان تعمل 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 تحسب يعني فهنشوف النهاردة احد السليوشنز بتاعتهم اللي هم لسه عاملينها قريب خاصة بيه ولكن الاول خلينا اقوليك الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه الفيديو ده احنا اشتغلنا عليه قبل كده لو انتم فاكريني الناس اللي متابع معايا الكورس طبعا هنا الكونست بتاع البركينج مانجمينت وان ان انت تعدي فيه كم سيارة موجودة عندك في البركينج وتعدي كمان الاماكن الفاضية كل ده ات موضوع سهل يعني وعملناه كتير قبل كده الموضوع وما فيه ان انت بتعمل وبيتحدد الناس اللي متابع معايا الكورس هتكون عارفة الفونكشن اللي اسمها بوينت بولوجون تيست كويس جدا فونكشن دي بتحل كتير جدا من المشاكل واعتقد هي دي الفونكشن اللي هما بيستخدمها في الفكرة كلها ان انت بتحدد معينة وبعد كده بتجيب الباونينج بوكس اللي انت بتجيبه من اليولو وتحسب السنتر بتاع الباونينج بوكس وبعد كده بتشوف السنتر ده هل هو موجود داخل اللي انت حددته ولا لأ ولو موجود بتبدأ ان انت تعمل وتعرف فيه مكان او فيه كم كار موجودة عندك فيه الباركينج يعني تمام ده الفيديو اللي احنا نشتغل عليه كل اللي انت محتاجه ان انت هنا من الالتراليتكس هتجيب السليوشنز ومن السليوشنز هتجيب بقى البارك الباركينج بيتي اس ليفتصال البوينتس يعني سليكشن تمام انت لما بترن السل البسيطة دي بيبدأ ان هو يعرض لك كده جي او او تيكنتر انترفيس بسيطة جدا بتبدأ ان انت تعمل ابلود للصورة بتاعتك خلين كده رن معك اهو بص هنا ظهر لي الانترفيس الصغيرة خالص دي بيقول لك اعمل ابلود لصورة او احتقافز به البويننج بوكس اللي انت عملتها بس احنا لسه ما عملاش حاجة احنا دلوقتي محتاجين نعمل ابلود للصورة فنضغط هنا على ابلود ايميج طبعا لازم تاخد سكرين شوت من الفيديو اللي انت هتشتغل عليه يعني هنا مثلا كم معي الفيديو ده اتكنت اخد منه سكرين شوت وده فيديو تامي تمام فهنا مثلا هاختر السكرين شوت دي الفيديو اللي احنا لسه قلنا عرضينه من شوية هيبدأ ان هو يعرض لي السكرين شوتها هي تمام كل اللي عليك ان انت تبدأ تحدد بتاعتك تمام من خلال الماوس بتيجي هنا مثلا من ناحية الشمال اهو هنحدد ادي اول بوينت ادي البوينت التانية التالتة الرابعة عدا ان هو يعمل لك البولي لاين الواحدة تمام ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة وهكذا بق بتحدد اه طبعا بالماوس ايفنس يعني الكلام ده شرحينه قبل كده شرحولك قبل كده في فيديو بتاع الباركينج مانجمينت لان ازا ما قلت لك عاملينه قبل كده الموضوع ده تلات مرات كل مرة كان بطراءة مختلفة فهنا بنحدد بقى كلها بنحدد دي كمان طبعا يفضل لما تيجي تشتغل على الكود ده انت الاول حدد واحدة فقط واحدة بس حددها وبعد كده اعمل تمام هيحتفظ بالباوننج بوكس اللي انت حددته وبعد كده راني الكود الاساسي اللي هو هيزهر لك بقى النتيجة عشان تشوف الكوردناتس هتعمل ماتشنج في المكان الصحيح بتاعه ولا لأ لان انت لو خدت بشكل عشوائي ممكن لما تيجي تراني الكود تلاقي ان الموضوع مش مزبوط معاك لان انت محددتش الكوردناتس اكوردنج اللي انت بتعرضها في الريل تايم او الفيديو اللي انت شغال عليه تمام يعني ممكن نكتفي بهزا القدر يعني هنا طبعا يعني الار او اي هنا محددهاش بشكل دقيق قوي ولكن مهم بس ان احنا نلفها بالفكرة خلاص طب احنا دلوقتي خلاص اهو حددنا بشكل من خلال الماوس حددنا كل بتاعتنا كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا نيجي هنا نضغط على بعد كده هنقول له اوكي وخلاص بقى نضغط على ال اكس هنا عشان نافل جي اي دي تمام لو انا روحت على عندي هتلاقي ان هو هنا احتفظي بالفايل ده اللي هو بوننج بوكسز والاكستنشن بتاعته اللي هو انا جيت جيت فتحته من خلال ال ادت وز نوت باية سي بلاس 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 عشان نشوف الكوردناتس دي او بص هنا حدد لكل اللي احنا عملناها بالماوس هاو زي ما احنا شايفين ادي اول هنا الاكس والواي كوردناتس بالنسبة الاول وادي التانية التالتة الرابعة يبقى ده كده بيمثل او دي التانية وهكزا تمام هو بس محتاجه بالفورمات ده في الكود عنده عشان يبدأ ان هو يقرأ يعني دي من هنا ويبدأ ان هو يشتغل على تمام خلاص ده خلاني في الكلام ده ونرجع تاني للكود طبعا استخدام الكود انا قبل كده شرحت لك اكتر من طريقة ازا انت بتتعامل مع اللي موجودة في لما شرحنا الهيت ماب وموضوع الكار كاونتنج تمام فكل اللي احنا محتاجينه او هنا بقى هتجيب طبعا مع كده هتجيب برضو وهنا بتحط اللي احنا احتفظنا به اللي احنا احتفظنا فيه بالباوننج بوكس بتاعتنا بعد كده بقى بتبدأ تجيب الفيديو بتاعك وهنا بيعمل تشيك ان الفيديو هو بالفعل اه موجود هنا في الفراب اللي اسمه عشان لو مش موجود هيبدأ ان هو يعمل للأرر ده عشان بس يقولك ان انت عندك مشكلة في اه ان احنا نجيب الفيديو او ان هو يعمل ابلودينج لي الفيديو او يعمله يعني تمام بعد كده هنا اه بيبدأ ان هو يجيب بتاع الفريم وبيجيب بتاع الفريم وبيجيب بيعمل عليهم تمام? وباكيا بيبدأ ان هو يعمل لهم هنا. ادي بتاع الصورة يكون هنا والصور الويتس والهيت والفريم برساكن. تمام? طيب. كلام ده كله شرحينه كتير قبل كده. وهنا طبعا من خلال الفيديو عشان يحتفظ بالنتيجة بتاعته. وهنا بيحدد الاسم بتاع الفيديو. والفورس سي عشان يزبط الكلارز والريزيليشن بتاعت الفيديو. طبعا يعني كل دي حتى موضوع الفورس سي كمنا دائما بنستخدم الاكس في او اي دي. وهنا بنستخدم الام بي فور في. وهنا طبعا بيحدد الفريم برساكن بتاع الفيديو اللي احتفظ بي ويهي الهايت والويتس. كله بيزيك سنعديه سريعا. هنا بقى من اللي هو اللي هو اللي احنا هنا عملنا لها من من الالتراليتكس. هيبدأ بقى ان هو يستخدم الفونكشن اسمها تمام? وبتحدد بس هنا الموديل اللي انت تستخدمه. انا هنا بستخدم الميديا موديل. تمام? اه عايز بقى لو انت طبعا ما عندكش اه لو انت ما عندكش الجي بيو شغال على السي بيو ممكن تستخدم السمول او النانو تمام? بعد كده هنا بنبدأ ان احنا نعمل بتاعتنا او طبعا هنبدأ نعمل لوب دوت اه لوب اه طب باستخدام الهوية لنول كاب دوت از اوبن يعني طول ما الكاميرا بتاعتك مفتوحة او طول ما انت عندك فريم ابدأ اقراولي كل الفريم دي. بعد كده هنا بنعمل تشيك على الريد بحس لو ما فيش فريم يطلع برا هو اللوب نفسها. بعد كده بنجيب بقى المانجمنت اللي هو الفاريابل ده ونستخدم الفونكشن اللي اسمها عشان نعمل ليه الكوردناتس الخاصة بالباونينج بوكس اللي احنا حطينا اللي احنا حطينا في الجيسون فايل تمام? اللي هو ده طبعا البولوجون جيسون باس اللي احنا كنا جبنا هنا تمام? طيب ده طبعا اللي انا لسه مرور لك من شوية اللي احنا كنا بنحدد فيه الباونينج بوكس بشكل ما انا يقولي من خلال الماوس. فهذا الجيسون ديتا. بعد كده نقول مانجمنت اللي هو الفاريابل ده. دوت موديل دوت تراك. احنا عارفين طبعا فيه فوقشن اسمها تراك. بترجع لك الباونينج بوكس لكل كار. بالاضافة ليه الاي دي بتاع كل كار. تمام? تبدي له بس هنا الفريم بتاعتك اللي هم تخزينه فيه الامج زيرو. دي مهمة جدا بالنسبة لموضوع التراكينج عشان يبدأ ان هو يعمل لكل الفريمز او لكل الباونينج بوكس في كل الفريم. لان انت عارف فكرة التراكينج وبيكون عنده باونينج بوكس وبيحاول ان هو يتنبأ بنفس الباونينج بوكس في النيكست فريم ويدي الاي دي او نفس الاي دي لنفس الباونينج بوكس. فانت بتقول له اعمل يعني دايما يعني اكنا بتعمله كده بتقول له حاول قدر الامكان ان انت تتتبع نفس الباونينج بوكس وبتدي له نفس الاي دي تمام? بعد دي دي كده خلاص الاي دي كده خلاص بتاعتنا المفروض ان هي بترجعلي وبترجعلي 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 وهكذا حاجات كلها شرحينها شرحينها قبل كده كتير فهنا الريزولت هنعمل على وناخد وناخد الاي دي تمام? طبعا هنا لو الاي دي كان اه يعني لو فيه اه عندنا هنا او فيه كار حصلها هيبدأ بقى ان هو يعمل على طبعا الباوننج بوكسز بتكون عبارة عن تنسورز يعني تمام? هنا هياخد الباوننج بوكسز بالفورمات اللي هو اكس واي اكس واي اللي هو طوب ليفت وبوتوم رايت. وزي ما قلت لك عبارة عن تنسور فطالما تنسور عشان تحوله لليست او عشان تحوله لنباي اريي لازم ان انت الاول تسحب تنسور ده على ال سي بي يو فعشان كده هنا بيجيبه على ال سي بيو يحاوله ده بالنسبة للباوننج بوكسز هنا نفس السطر هو هو ولكن بيرجع طبعا فده الكلاس وبعد كده هيجيب بقى المانج منت اللي هو برضو نفس ده هيستخدم الفونكشن اللي اسمها بروسيس ديتا فونكشن دي بتاخد منك الجيسون ديتا اللي هو اللي احنا الباوننج بوكسز اللي حددناها بشكل مانيوي تاخد منك الفريمز بتاعتك كلها اللي احنا بنقراها من هنا وبتاخد الباوننج بوكسز اللي هي جاية من اليولو والجوريزم وبالاضافة طبعا اللي بيحصل في زي ما قلت لك في البداية الفيديو ان هو آآ بيستخدم الفونكشن اللي اسمها وبيجيب بتاع الباوننج بوكس ويشوف هل هو موجود داخل الاريا ان احنا حددناها في الجيسون فايل ولا لا لو موجودة بيبدأ ان هو يعمل زي ما قلت لك الناس اللي متابعة معها الكورس هتكون فاهم الكلام ده كويس جدا لان شرحناه اكتر من مرة طيب بعد كده بنبدأ بقى ان احنا نعمل استخدام الفونكشن اسمها وهنا عشان بس الفيديو رايتر اللي احنا كنا عملناه في الاول ويحتفظ بالرزلت بتاعته في نفس الديريكتري اللي احنا شغلان فيه وده كله حاجات بيزيكس بها بيجفل الكاميرا وهنا بعد ما بيخلص الرن او بيعمل للفيديو اللي احنا بنحفظه وبيجفل او بيعمل لأي ويندو بتكون مفتوحة فخليني دلوقتي ارن الكود معك خليني هنا نعمل احنا طبعا ما اشتغلناش على الفيديو ده فخليني اقفل الفيديو ده سوري احنا هنا شغالين على فيديو تاني اسمه باركينج اعتقد بتاعه خليني ارن كده 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 ارن اهو خليني نكبر بقى طبعا دي اللي احنا محددناها كلها هنجيب دي ناحية تانية هنا بيقول لك الاكوبنسي اللي هو هنا عندنا المحجوز طبعا لان الفيديو ده اتخد بالك هو متسرع اصلا يعني فيديو تريبا عشان كان موديته طويلة فهو الفيديو اصلا متسرع فعشان كده هتلاقي الارقام بتضغر على طول تمام هنا خليني مثلا اعمل هنا مثلا اه بص هنا بيقول لك الاكوبنسي عشرة بس هنا طبعا في واحدة في واحدة عاملة وهي اصلا بتاع كار هنا بقى الموضوع المهتمد على يعني ممكن تكون بسبب ان ليولو مش عارف يعمل لي الكار اللي موجودة في اللي لونها احمر دي تمام ولكن كل اللي بنونه اغدر ضغط هو اه ده اللي معمول له اكوبنسي والافاليابول هم اتنين تمام اللي هم اللي بلون الاحمر ادي واحدة هنا ناحية الشمال والتانية هناك ناحية لمين تمام بس ده يعني الفكرة بسيطة جدا ازا ما احنا شايفين كده دي اسهل طريقة تقدر ان انت تستخدمها يعني عشان تبدأ ان انت اه تعمل موضوع ازا ما احنا شايفين كده